اشتركوا في القناة ان يعيد علينا وعليكم هذه الايام المباركة بالخير واليمن والسلامة والاسلام وان يكشف عنا هذه الغمة وان يردنا اليه ردا جميلا اما بعد احبة في الله في هذا البرنامج هذا ديننا ارحب بحضراتكم في هذا الموضوع الذي اسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه موضوع والله في غاية الخطورة هذا الموضوع يمس كل واحد مننا هذا الموضوع الذي لابد ان نحضر منه جميعا وهو من مكائد الشيطان ومن مداخل الشيطان الا وهو الغضب والغضب ضد الرضا فالانسان الغضوب دائما يدخل نفسه في مصائب وفي مشاكل كثيرة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه وروى البخاري ومسلم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة الشديد ليس هو الذي يصرع الناس مش هو اللي بيضرب الناس ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب من يستطيع ان يتحكم في غضبه هو هذا هو الشديد وهو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ويجب علينا أن نعي هذه الكلمات هذا الرجل من ذكائه أنه يسأل على كلمات أو على عبادة أو على شيء تسير معه في حياته كلها يا رسول الله دلني علمني كلمات أعيش بهن ماذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له الحبيب لا تغضب إياك والغضب لا تغضب إذن الغضب كما قال ابن رجب في جوامع العلوم والحكم يملأ الشر كله الغضب جماع الشر وأن التحرر من الغضب هو جماع الخير والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وقال له يا رسول الله أوصني يبقى معنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أعيش بهن ومعنا حديث آخر رجل جاء إلى النبي وقال له أوصني قال له الحبيب المصطفى لا تغضب وقررها مرارا والرجل يقول له أوصني الرجل حينما جاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم تخيل أن النبي يقول له تصلي في اليوم مئة ركعة وتصوم النهار وتقوم الليل وتنفق في سبيل الله كذا وكذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أختصر له الأمر في كلمتين وهذا من ذكاء رسول الله ومن حسن تربية وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل إنسان ما يريده ويعطي كل إنسان ما ينقصه فالرجل رأى فيه النبي أنه غضوب فقال له النبي لا تغضب وظل النبي يقررها والرجل يسأل وهو يستقل بالكلمات لا تغضب أنا جئت لكي تقول لي صلي كذا وأصم كذا وأنفق كذا والنبي يقول له لا تغضب وإذا بالرجل يمشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فرأيت الغضب يملأ الشر كله ابن حبان يقول بذور الشر الغضب بذور الشر ينتج شجرة منتنة هذه شجرة الغضب التي أفسدت كثير من البيوت كم من بيوت هدمت بسبب الغضب كم من إنسان كان له ولا عليه لا له ولا عليه وإذا به وراء قطبان السجون بسبب الغضب كم من إنسان خرج من دينه بأنه سب الدين في وقت الغضب كم من إنسان حصر أهله وخصر أباه وخصر أمه وخصر إخوته بسبب الغضب كم من أمور كانت فيها صلة للأرحام قد قطعت قطعت هذه الصلة بسبب الغضب كم من زوج طلق زوجته في لحظة الغضب يأتي إلينا بعض الناس يا عم الشيخ أنا في لحظة غضب رميت على مراطي اليمين وطلقت سلاس ثلاث مرات وهذا اليمين الثالث اجعل لي مخرجاً أنا عايزك تطلعني من المشكلة دي أقول له غضبت في الأولى وألقيت اليمين وفي الثانية ولم تعتبر وفي الثالثة ضمرت بيتك ضمرت البيت بسبب كلمة تقولها انتصرت وانتقمت لشهوتك ولقلبك ولنفسك وألقيت اليمين وهدمت بيتك لماذا؟ الرجل جاء يبكي بدل الدموع دم ويريد حلاً لهذه المشكلة لماذا نصل إلى هذه الدرجة؟ لأننا لم نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلان يتشاحنان وهم في قمة الشحناء فقال الحبيب إني لأعلم كلمة لو قال أحدهما لذهب عنه ما يجد النبي يقول أعلم كلمة لو قالها واحد منهم وهو في لحظة الغضب ذهب عنه هذا الغضب ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت فأنت في لحظة الغضب في نسيال لله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت لذلك الله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو اجعل العفو معك أينما كنت وأينما أقمت وأينما ارتحلت خذ العفو هذه سمات المتقين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إذا جاءك الشيطان بالغضب يملأ جوفك ويحمر وجهك وتنتفخ أوداجك إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم استعذ بالله من الشيطان يبقى أول أمر أستعين به على الغضب وأستعين به على شيطاني حينما أغضب أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس لابد أن تغير من الحالة التي أنت عليها أنت تعطي للعقل العقل الآن في جهة واحدة فلابد أن تغير مصار العقل بأنه يفكر في أمر واحد ويتجه اتجاها واحدا أن تغير هذا الموقف من أنك قائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت قائما فلتجلس وإذا كنت جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فاتجع يعني نم على جنبك ليمين أو على جنبك الشمال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكوت لماذا السكوت؟ لأنك في لحظة الغضب سوف تتكلم كلاما تدم عليك الرجل جاء للنبي أيضا يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على قول فصل دلني على عمل فصل قولا فصلا قال له الحبيب لا تغضب فغضبك في الدنيا إذا تملكت فيه كان النجاة لك من غضب الله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل سيدنا أبو الدرداء أفرط رجل في سبه واحد قعد يشتم في سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه هو أصحابيه الجليل فأخذ يفرط في سب أبو الدرداء رضي الله عنه فقال له أبو الدرداء حينما قرب على بيته قال له يا هذا لا تفرط في شتمنا لا تفرط في سبنا لا تكثر لا تكثر في سبنا وضع للصلح موضعا وضع للصلح موضعا واعلم بأننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه كلمات توذن بماء الدهب كلمات عظيمة لابد أن يعيها كل فرض مننا كل مسلم مننا أنت في لحظات الغضب لابد أن تتملك من نفسك سيدنا أبو الدرداء كان قادرا أن يرد عليه وأن يضربه وأن يفعل فيه ولكنه قال له هذه الكلمة العظيمة قال لا تفرط في شتمنا وضع للصلح موضعا فإننا لا نكافئ من عصى الله فينا يعني فيه شخص يريد أن يعصي الله فيك يريد أن يضايقك يريد أن يكيد لك يفعل معك المشاكل حتى أنت تتنرفز وتخطأ ويريد أن يوقعك في العداوة فيقول له إننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه هل الأمر صعب؟ أقول والله الأمر فيه صعوبة شديدة أن الإنسان يتشتم أن الإنسان يخطأ فيه أن الإنسان يعتدى عليه ويصبر واستعينوا بالصبر والصلاة الأمر فيه جلل فيه صعوبة على الإنسان وليس يستطيعه كل الناس الناس حينما يهان إنسان أو يشتم أو يسب الأمر فيه صعوبة والله تكلمت عن الغضب وعن العفو وعن السماح كثيرا ولكن حينما تعرضت لهذا الأمر في يوم من الأيام جاء رجل وأخطأ فيه وسبني وشتمني وأخذت في هذه اللحظة أحسست بنار في قلبي كيف لهذا يفعل بي وأنا أستطيع أن أرد ولكن حينما تذكرت واستشعرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا سطر الله عورته اللي يقدر يكذم هذا الغيس كان الله ساترا لعورته والنبي يقول من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه أن ينفذه نداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليخيره من الحور العين ما شاء لماذا يناديه الله على رؤوس الخلائق لماذا يكافئه الله لأنه أهين في الدنيا أمام بعض الناس أهينت كرامته فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع قدره في الآخرة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينضيه ولو شاء أنضاه أثبته الله يوم تزول الأقدام أثبته الله يوم القيامة على الصراط يوم تزول الأقدام فالجزاء من جنس العمل أنت تستطيع أن ترد الإهانة بإهانة وأن تستطيع أن تضرب وأن تستطيع أن تنتقم لنفسك ولكن كظمت غيظك والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده جرية هذه الجرية كانت تصب له الوضوء معها إناء وتصب له الوضوء فواقع الإناء على رأسه على رأس علي بن الحسين رضي الله عنه فشج رأسه دماغه تفتحت عزكم الله فإذا به يغضب فقالت له الجارية الذكية قالت له والكاظمين الغيظة قال لها كذمت غيظي فإذا به لم يرضى فقالت له والعافين عن الناس قال لها عفوت عنك قالت له وإن الله يحب المحسنين قال فاذهبي فأنت حر لوجه الله اذهبي فأنت حر لوجه الله انظر الغضب هذا جعل معه جعل معه أجرا وجعل معه ثوابا وجعل معه عطق رقبا لما غضب ولم ينفذ هذا الغضب ولم يمضي هذا الغضب ولكنه تذكر تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون في ناس يقول لك أنا لما بغضب فبقى الشايف قدامي لكن الله سبحانه يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا الغضب منين الغضب من الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى فإذا هم مبصرون يبقوا شايفين الأمور على حقيقتها لا يتقولون بكلام فيه باطل لا يقولون إلا الحق إذا غضبوا لا يقولوا إلا الحق نعلم كثير من الناس إذا غضب يشتم ويسب ويلعن ويقول في الإنسان الذي أمامه ما ليس فيه لماذا؟ لأنه غضب غضب ولم يتمالك نفسه عند الغضب سيدنا أمو ذر رضي الله عنه كان له غلاما هذا الغلام كان يستفزه في يوم طلب منه طلبا ولم ينفذ هذا الطلب هذا الغلام العبد عنده عبد وكان يضايق أبا زر رضي الله عنه فقال له قلت لك على هذا الأمر ولم تفعل قال له ما فعلته إلا لأغيظك فتضربني فتأثب أنا أريد أن تأخذ وزرا ما فعلت ذلك إلا لأغيظك قال له أبو ذر هذا الصحابي الجليل قال لأجعلن مع غيظ أجرا اذهب فأنت حر لوجه الله أي عظمة بعض الناس يقولون عم الشيخ أنت مش عارف اللي بيحصل الناس لما بتغضب بتسحب سنج وبيضربه وبيجتمه وبيقتله وبينتهك الأعراض وبيفعله كل شيء قبيح أقول ومن يتصبر يصبره الله في واحد عنده أخلاق عنده الغضب ده شديد غضوب هذا الرجل غضوب ماذا يفعل من يتحلم يحلمه الله اللي عنده غضب وعنده ومش عارف يتمكن من الغضب لابد أن يتصبر حتى يصبره الله لابد أن يتدرب على الحلم وعلى الأناه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد من أصحابه أشج بن عبد قيس إن فيك خصلتان يحبهم الله إن فيك خصلتان يحبهم الله الحلم والأنات أنت حليم الله يحب الإنسان الحليم أنت عندك أناه كثير من الناس عنده عجلة حينما يسمع كلمة من شخص فلان قال عليك كذا يذهب مباشراً ليتصارع ويتخانئ مع هذا الشخص يا أخي لابد أن تتثبت لابد أن تتثبت من القول الذي قيل لك لابد أن تعلم أن من وصل إليك إلا هيوصل لك هيوصل عليك وإلا هييجي يبلغك الشتم هو الذي شتمك من بلغك الشتم فهو الشاتم وهو الذي يريد أن ينزغ بينك وبين أخيك العداوة والبغضاء معنا اتصالي إن شاء الله عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والأول أنت بخير الله يبارك فيك تفضلي أقول لي عم الشيخ أنك أنا عندي مشكلة يعني مش عارف أعملي فيها تفضلي يا أختي يعني أنا بقالي أكتر من السنة متجوزة وكده يعني وجوزي يعني على طول بيمد إيده علي من حول الشهرين يعني خنيقت مع أخناقة كبيرة ويعني ورحت عندي بيت أهلي وكده وأبويا مشاني معاه وقال لي ما تغضبش تاني وأنا مش عايز أشوفك تاني وأنا مش عارفة عني ليه هم أهلي يعني ناس على قد حالهم إحنا ست بنات وممعيش غير أخ يعني والأخ ده صغير خالص يعني طيب يا وفتي أنا حسباً جوزي يعني يعني بيستحتر بي إن أنا مثلاً ملكيش حد يعني مليش أخي كبير أبويا غالبان طيب أنا عايز بس أعرف إيه أسباب غضبه يعني هل أنت بتعملي مشاكل مثلاً أمش بتسمعي كلامه يعني بتحولي إدي إيه ما إحنا عايزين نعرف أسباب الغضب يعني لابد إن كنتي تضع إيديكي على أسباب الغضب إيه اللي بيخليه أسباب الغضب يعني الناس اللي حوالي أنا أنا لما وفقت إنه أرتبط بي نزلت عن كل حاجة أنا كنت مؤهل علي وكده وهو مش متعلم ورديت بي وقلت الحمد لله بس كل اللي حوالي بيغيروا مني بيغيروا مني ومعملين بيقافل على الوحدة وعملين يسخنوا علي فهم السبب يعني منهم بالله حسب الله ونعمل وكل فيهم طيب يا أخت أنا فيه سؤال تاني أنا هقولك بس هقولك على شوية حاجات كده إن شاء الله حاولي كده بإذن الله وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهديه لك ويصلح ذاتا بينكم إن شاء الله أختنا بتتكلم على إن جزها غضوب جد ماشي أستاذ عبد الله السلام عليكم أيوة 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 حياتك أنا الأستاذ عبد الله معنا ولا مين أيوة معاك اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام يا عبد الله اتفضل اتفضل أنت على الهوى يا عبد الله اتفضل قول سؤالك يا حبيبي وبلاش تسمعنا من التلفزيون اسمعنا من التلفزيون انقطع الاتصال طيب تمام أختنا بتتكلم إن جزها غضوب جدا وبيضربها وبيضيدوا عليها وإن فيه ناس بتغير منها وبتحاول توقع بينهم وفيه مشاكل دايما وهو حس إن هي بيستطر بيها يعني إن هي ما لهاش حد يدفع عنها أو كده طيب يا أختي دلوقتي انت في الأول قلت ارتضيت ورضيت إن أنا تزوج هذا الإنسان وفيه فوارق في التعليم وفوارق في إيه في الثقافة أو كده لكن بدل انت رضيت نحاول بقى احنا دلوقتي فيه مشكلة وإذا كان كمان فيه أولاد بينكم بقى الأمر فيه صعوبة دائما أقول والله الزوجة لابد أن تعلم مفتاح زوجها كل واحد كل راجل منه ليه مفتاح الزوجة لابد من خلال وعيها إنها تعلم المفتاح بتاع زوجها إيه وإمتى بيغضب إمتى بيبقى زعلان إمتى بيبقى مبسوط إيه الحاجات اللي بتضيقه لازم الأول أدرس بقى الراجل ده اللي أنا هعيش معاه وهكمل معه حياتي وأنا عايزة الحياة تستقيم بيننا يبقى لابد إنها تفكر إيه هو المفتاح مفتاحه مع مين مع أمه يبقى أتودد لأمه مفتاحه مع أخوه يبقى أحاول إن أنا أقرب يعني أكلم أخوه إن هو يصلح بيننا لازم أشوف مفتاحه فين مفتاحه في أكلها كويسة أعمله أكل حلو مفتاحه إن أنا أقول له حاضره نعم أقول له حاضره نعم فيما يرضي الله عز وجل لابد إن الزوجة تدور على المفتاح وبرضو الزوج عشان ما نصدمش الزوجة لابد الزوج برضو يشوف مفتاح زوجته يعني الموضوع كله مش على الزوجة لا الزوج كمان لابد إن هو يبحث عن مفتاح زوجته حتى يعيشه سعداء إيه اللي بيبسطها وإيه اللي بيزعلها وإيه الحاجات دي ولابد مراعاة المشاعر بين الزوجين دي علاقة مقدسة وأخذنا منكم متاقا غليظة كلمة غليظة دي جات في قرآن مراتين منها الزواج وعقد الزواج فهذه علاقة قدسها الله سبحانه وتعالى وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن وجعل بينكم مودة ورحمة يعني ربنا سبحانه وتعالى قدس هذه العلاقة فلابد للإنسان اللي بيبعايز يروح يتعلم اللي عايز يروح يسوء عربية بيروح يتعلم السواء ويدخل مدرسة للسواء لا بد أن تدخل هذه المدرسة مدرسة الزوجية لا بد للإنسان الزوج يتعلم إزاي يعامل زوجته برحمة مودة ولا يكرمهن إلا كريم ولا يؤلمهن إلا لئيم والزوجة تعرف أن أفضل الناس عليها حقا بعد حق الله سبحانه وتعالى هو الزوج أفضل الناس لها عليها حقا والزوج هو أكثر الناس حقا على الزوجة بعد الله سبحانه وتعالى فلابد للزوجة تعرف مفتاح زوجها حاجة الثانية لابد للزوجة أن تتق الله عز وجل مع نفسها تحافظ على صلاتها ممكن ده يكون عقوبة يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يجعل العقوبات في الزوجية بعض الصالحين كان يقول إذا علمت أن هناك مشاكل بيني وبين زوجتي أرجع وأتوب إلى الله فأعلم أني مقصر مع الله سبحانه وتعالى فيقول إني أرى شؤم معصيتي في امرأتي ودبتي لما لقيت دب بتاعتي كده مش لينة ليا ومش بطيعة ليا ولقيت الزوجة برضو مش بطيعة وفي مشاكل يبقى في حاجة غلط بيني وبين ربنا إني أرى شؤم معصيتي بيني وبين زوجتي فأصلح مع ربنا سبحانه وتعالى أيها الزوجة صلحي اصطلحي مع الله حفظي على صلاتك شوفي إيه تقصيرك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أكثير من الذكر فيه بقى سلاح مهم جدا في العلاقات الزوجية الهدية النبي صلى الله عليه وسلم قال تهاد وتحب هاتي له هدية قولي له كلمة حلوة قولي له حضر ونعم وبعد كده لما تلاقيه غضان نقشيه بعد ما يهدى حاولي أه له السادة مونة من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السادة مونة كل عام أنت طيبة سمحت يا شيخ أنا عندي طلبين أتفضلي أول طلب أنا دلوقتي حامل في الشهور الأولانية أه ورحت للدكتور وقال لي لازم تفطري عشان تخطر المياة بتاعت الجنين والكلام دوت ماشي فأنا عايز أعرف حرام والآد والضعف آه يعني ها الدكتور المسلم السقة قالك إن كنت دلوقتي غلط إن كنت تصوم أيوة فنقاطر المياة بتاعت تتجنينه كده تمام تمام أنا مش عارفة ده أعمل إيه خايفة صوم لا 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 ضرر ولا ضرر لابد إن كنت تسمعي كلام الطبيب وأسأله أهل الدكري إن كنتم لا تعلمون طلب طبيب مسلم وثقة وإنت وثقة منه إن هو بيقولك إن فيه خطر عليك في موضوع الصيام ما فيش مشكلة تفطري إن شاء الله وتقضي هذه الأيام بعد إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله وإذا كان فيه رضاعة هتؤجلي برضو ما فيش مشكلة ممكن في الشتاء الشتاء بتبقى النهار قصير وهو الشتاء وخريف المؤمن كلمة جميلة وليست بحديث الطلب الثاني أستاذ موني الأستاذ عبد الله محمد عبد الله أستاذ محمد عبد الله من المرج أهلا وسهلا أستاذ محمد إزايك يا شيخنا إزاي حضرتك ربنا يبارك فيك اتفضل حديث كلما كان طيب يا شيخنا والكصف اللي حضرتك حكيتها بإزاك الله خيرا ربنا يكرمك اتفضل ربنا يبارك فيك يا شيخنا ربنا يحفظك يا رب ربنا يحفظك والقصة حضرتك يا شيخنا بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام أما كان جالس والضيوف معاه والستين عائشة لطمت القدح طويلة في الأرض والكصر ربنا يبارك فيك والنبي عليه الصلاة والسلام برضو ما افتسب وقال غارت أمكم غارت أمكم بس الستات بتبقى بتسيب كل حاجة وتمسك في القصة دي آه لأستاذة مونة أستاذة مونة أين فضلت الشيخ معلش السؤال التاني بقى آه تفضلي يا سيدة مونة آه أنا عندي جارتي قدامي تمام؟ آه يعني كل شوية تلطب مني حاجات كثير قوي بسعب بحيث بها بتتغلني آه فأنا عايزة عرف هل الطلبات مثلا ديت عادي ولا ايه الوضع مش عارف آه انت بقى انت يعني برضو ممكن تعودي معاها يعني آه تتكلم من عب صراحة هل قدت لي في قدامي خات التطربات غريبة جدا آه والله الامر لو في استطاعة يعني خيركم خيركم مجارة وما زال جبرين يوصيني بالجار حتى ظلنته أنه سيورثه فما فيش مشكلة لو انت في حاجة في استطاعتك بس في حاجة لابد من أن تستأزيني زوجه يعني لابد أنك تستأزيني الزوج إذا الزوج قال لأ أه فهتقولي لها معلش والله الأمر ده خصوصا الزوج قال لي زوجي قال لي معلش مش هنقدر نطلعه فهي هتحس بقى أن الأمر مش يعني مش استغلال يعني ولكن إذا كان في استطاعتك فأنا حرد يعني إن شاء الله الأستاذ محمد بيتكلم آه الأستاذة هند فيوم حيا الله أهل الفيوم عليكم السلام أستاذة استفضلي ربنا يا كريمك كل عام أنت طيبة وأهل الفيوم كلهم بخير بقى الله حضرتك يا شيخ بالله عليك أفضلي أنا عندي لي أصف يعني وبالنسبة للجماع ده هو لازم يصوم شهرين بالنسبة لإيه للجماع في رمضان آه لازم يصوم شهرين آه هو الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان هو الوحيد الحالة الوحيدة في الصيام اللي فيها كفارة اللي هي الجماع عمدا في نهار رمضان الجماع في نهار رمضان هذا هو اللي فيه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعامه ستين مسكينة يطعم ستين مسكين لو مش هيقدر ولو الزوجة الزوجة برغبتها يعني لو هي عصب عنها خلاص معناهاش حاجة لكن الزوجة لو برغبتها وهي موافقة فبرضو عليها هي كمان صيام شهرين متتابعين أو إطعام إن لم تستطع الصيام فإطعام ستين مسكينة إن شاء الله أسأل الله أن يعفو عنها يا شيخ برضو نفس الكفارة صح جدا؟ آه نفس الكفارة لو برضاها وهي موافقة وهو ما غصبش عليها لو الفجر أزن نعم لو الفجر أزن الفجر أزن آه وهو نزع خلاص لو الفجر أزن ونزع منها خلاص ما فيش مشكلة لكن لو استمر زي اللي هو إيه واحد الفجر بيأزن ومعه قب بيت الماء وبيشرب إذا أزن الفجر نزع نزع يده ولم يشرب طب كامل بقى لا عليه بالنسبة للشيري بقى عليه قضاء يوم والذي أكمل جماعه عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين إن لم يستطع الصيام فعليه إطعام ستين مسكين شاء الله ماشي أنا أسأل شيخ سؤال تاني أنا على طول بين اختلاف أنا وجوزي بسبب الأيال آه على طول كل البيوت كده والله يعني أغلب البيوت المسلمين وأغلب البيوت في العالم كله فيه مشاكل بسبب الأيال فلابد أنه لازم تعودوا مع بعض وتحطوا حدود أنا لما أقول حاجة لا أنت ما تعرضنيش ما أقولش حاجة وأنت تكسريها وإدامي الأولاد وتحاولوا توصلوا لصيغة تفاهم بينهم بعض ولازم فيه ركية لازم الأولاد يقولوا الأسكار دايما الأولاد عندهم نشاط في هذه الجائحة اللي إحنا بنعيشها دلوقتي بتاعة كورونا دي الأولاد محبوسين بين أرباح حيطان وعندهم طاقة عندهم باور يعني حركة زيادة فلازم الأب والأم يتحمله شوية وبالكلمة الطيبة طول الوقت العصبية في البيت يعني أعلم بعض الناس حاولوا الانتحار بسبب القصوة بتاعة الأب وبتاعة الأم عليهم دايما فيه قصوة وفيه شدة وفيه ضرب وفيه إهانة بعض الأولاد حاولوا الانتحار فلا إحنا ما نوصلش أولادنا لكده وأولادنا دول يعني فلازات أتبادنا لابد إن احنا نحاوتهم بالحنان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل الرفق على أهل بيت إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وما وضع الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة لذلك الرفق هو الخير كله لذلك لابد إن احنا نتعلم في بيوتنا ندخل كده ونقرأ كيفية التربية الأستاذ وليد من الفيون أول مشكلة بس إن أنا عشان بيبقى في بيت أهلي يعني أعدى مع أخواتي وأبويا ما فيش حد لنا اللي أعدى معاهم عشان كده بيبقى الخلاص على طول بني وبنجوزي وأخواتي ما فيش حل إن كنتوا تطلعوا بعيد شوية؟ لأنه خلي بالك كل العملية قررت هي الظروف على قدها يا شيخ والله طيب خلاص إنت بقى لابد إن أنا لسه بقول الزوجة معاها المفتاح بقى لابد إن كنت تعرفي مفتاح الزوجة كمتى لما يغضب ما تتكلميش إنتي استني شوية بعد كده اتحاولوا معاه الحوار لازم يكون في حب تحاولي برضو بكلمة طيبة الكلمة الطيبة صدقة فبالك لما تكون الكلمة الطيبة دي بين الزوج والزوجة يعني لابد إن إحنا نجد لغة حوار بينا عشان نقدر نربي أولاد الأستاذ أحمد سلام عليكم سلام عليكم فضل السلام عليكم عليكم السلام أهل وسلم كل عام طيب الله يكرمني حذرتك أنا بس بقول ده السؤال بس كده بالنسبة لواحد أمه توفت فاسلف فلوس حضرتك عشان يجب لها الكفن وبعدين سديدها تاني تمام ما فيهاش مشكلة مش هو تسلف الفلوس عشان يكافينها طوه هي كان فيه حاجة من المراس من مراسها لتسد هذا الكفن أو سعر الكفن لا حذرتك يا عمه هو اللي دفع الفلوس وهو جاب من أحد زملاته يسدد عمه وبعد كده هو لسه ما سددهمش لحد الآن دلوقتي تمام المشكلة فين دلوقتي يا سيد أحمد المشكلة إنه هو ما سددهمش لحد دلوقتي لما جابهم من واحد صاحبه ما سددهمش لحد دلوقتي أه هو خد من زمله وما سددش عمه طبعا يعني أه لا هو لابد إنه هو دي أمانة هو أخد فلوس أمانة لابد إنه هو يرجحها يعني لابد إنه هو يرجحها ده لا هو يرجحه بس في حين يصرف الأولى عمه طبعا يعني هو سدد عمه وبعد كده لسه صاحبه ما سددهش دول عقيلة بتوعه العقيلة بتوعه يعني إيه دول اللي هو يشروه في وقت شدة يعني لما لما الإنسان يقتل اللي بيسد الدية بتاعته وعلته فالمفروض يسد الغريب الأول مش عمه يعني ده الأصل والأصحي ولكن خلاص سد عمه خلاص يحاول بقى الناس تانية يصبرهم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا حدرتك يا شيخ تاني سؤال تاني نفس السؤال هي أختي كانت يعني معاونة مع عمي قبل ما تتوفى تمام فجابت فلوس من أحد من أحد صاحبتها وتوفت وصاحبتها يعني قالت أنا ليا فلوس قالت أنا ليا فلوس عند أختك أن هي صرفتها على والدتك صرفتها في المرض بتاعت والدتك طبعا هي أنا لسه ما فدبتهاش لحد الآن بالوقت حدرتك تمام تمام هي فلوس بدل أختك اعترفت بيها وقالت إن فعلا خدتها منها خلاص دين عليك أختي توفت قبل والدتي بشهر يعني أختي توفت قبل بشهر وولدتي توفت بعدها بشهر يعني أختي توفت في شهر واحد وولدتي توفت في شهر اتنين فبعد ما توفت الاتنين يعني بعد أه هي خ Проطلبت بالفلوس بعد ممتهم بعد ممتهم الاتنين أم قالت أنا كنت مسمحاهم أنا كنت مسمحاهم بس لذوقتي قالت لا ده دين وneysggiم تقولي لهم ه Ag Also, K absolutely هي مسامحا فأنا قلت لا الدين ده عندنا لحد دلوقت حدرتك يعني معاها ورق طيب معاها ورق بالفلوس دي? لا هي ما معاش ولا في شهود طيب لا ما معاش ولا خلاص هي تؤدي اليمين وتديها فلوس تؤدي يمين الله هي لها مبلغ من المال البينة على من الدعاء واليمين على من أنكر هي تؤدي اليمين تقولك أنا والله ليها فلوس كذا لكن حتة هي الدين وحد قال لها هي بدل سمحة خلاص المفروض بدل هي سمحة المفروض خلاص وهل هي عطتها على سبيل الدين ولا على سبيل الصدقة ما هي برضو تفرق انت سألها انت اعططي الفلوس بنية الصدقة بنية السلف ولا بنية الدين حضرتك يا شيخ معي يا شيخ حضرتك على سبيل السلف السلف خلاص هي بقى دي الدين عليك انت هي تؤدي اليمين وتاخد فلوسك وتصبر عليك يعني تصبر عليك لابد انها تصبر عليك هي صبر علي من ساعة دلوقتي من شهر اثنين حضرتك وانت مفيش فلوس وانا مفيش فلوس فانا عامل جامعية حضرتك وهسددها ان شاء الله بلغها بكده انا محرج احلفها اليمين خلاص بش عايز تحلفها خلاص انت واسك فيها خلاص من غير حلفية خلاص هي وضميرها امام الله سبحانه وتعالى اذا كانت هي بتدعي هذا كذبا فهي بقى تتحسب قدام ربنا وانت بتشيل الوزر من على اهلك ومن على اختك ومن على امك وبتسد عنهم فنزاك الله خيرا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوسي عليك وان يسد دينك ان شاء الله معنا الاستاذة هيبة من الشرقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام انت طيبين فحيا الله اهل الشرقية كلها ارغمي حياة انا كنت حابة بس اسأل الحياة لان انا فمشكلة بيني وبين جوزي ان هو يعرف واحدة وانا وبينهم علاقة ايانا بار شرعية ان وهي كمان متجوزة انتي تأكدت من كده؟ اه تأكد اه وانا بصراحة مش بالوقت مركزة في اي حاجة في البيت حتى لما بجي اقرأ في المصحف بتخيل كل حاجة حصلت بينهم وبسمع كل حاجة سمعتها بينهم فانا بعرفش اقرأ هو انت دخلت على الموبايل بتاعه وشوفت الحاجة اه اه طيب اول حاجة يا أختي الوصية الاولى الوصية الاولى بلاش تدخلها لان ده تجسس ولا يجوز شرعا لا يجوز تمام؟ ده ازيك انتي انتي لو شوفت حاجة انتي اللي هتتأذي دي اول حاجة الحاجة التانية انا عايزك تجيبيه وتكلميه وتعملي معاه مصارحة كده بالراحة وتقول له انا باقي عليك وباقي على البيت بس احنا عايزين نرجع لربنا انا خايف عليك من ربنا سيبك مني انا خالص انت ربنا اللي هيحسبك انا اتكلمت معاه كتير ويحلفل على المصحف وهو في ايده كم مرة انه معتها يروح هناك وبيروح تاني وبيحلف برضو بربنا برضو وبيكلمها تاني وكل الحلفان اللي هو حلف وده وقع في الارض ولا بيأكل وبيحلف وانا دلوقتي ما نش مركزة في اي حاجة ومعنا ثلاث اولاد طيب انتي دلوقتي دلوقتي انتي هممكن دلوقتي دي اقول لك سيبي البيت واتطلقي منه بس العائل دي هتتبادل انت دلوقتي يعني بدل ما تركزيش لا انه عايز كنت تركزي معاه هو بقى شوفي ايه اللي نقصه ايه اللي نقصه وايه اللي بيدور عليه برة وتعملهوله ايه اللي بينايقه في البيت انتي قوليله كده وصراحية قوليله شوف انت عايز مني ايه وانعملهولك انا خايف عليك من ربنا اخايف عليك من عقاب ربنا تعالى نصلي تعالى كذا اسحبيه انتي لطاعة الله سبحانه وتعالى يعني بلاش بلاش ان ايه ناخد موقف بقى ونزعل وندايق ونطلع ونسيب البيت ونتطلق والعيال تتبهدل وهو هيعمل اللي هو عايزه بعد كده وفي الاخر مين اللي خسر اللي خسر الاولاد هم اللي هيدفعوا التمان السيد محمد من البحيرة السلام عليكم اهلا سيد محمد واكرم الله اهل البحيرة كلها يا رب الله يبارك لك عم الشيخ الله يفليك اتفضل يا سيد محمد ازاي حالك الله يبارك لك اتفضل من كده المغرب بتاع القاهرة ازن اه وانا واخوية منتظرين المغرب بتاعنا بيننا وبين اسكندرية بيننا وبين القاهرة دي جيها ودي تينا وحاجة زي كده اه فسأينا في الكلام بنتكلمه في موضوع كده فانا سأيت فكلت نص بلحة اه سهوا يعني سهوا اه ولا اعتقادا ان المغرب ازن او اعتقادا ان المغرب ازن تمام ده خطأ يعني عن طريق الخطأ انت انت كلت خطأ انا نكلت نص بلحة اه ماكملتش البلحة يعني لا وقلت ايه اه وقلت ايه انا قلت ان انا ايه فطرت كده فازا و جيت اقيتلي انت كده فطرت عليك ان انت في عيد اليوم اه انا كنت عايزة كده بدل ما تيسا تاكن نص بلحة تاكن نص فرخة يعني فالوضوع كان بلد اخسر اتكرر التاني بله برضو النسيان برضو اتكرر تاني الامر ده تاني يوم يعني تاني يوم اتكررت انبارح كانت نص حتة كده قد دوفر كده من الرغيف برضو نسيان 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 برضو على اعتقاد ان المغرب ازن اه طيب انت قبل ما تاكن ما تحرطش ان المغرب ازن انا بصتش في الساعة ما هو المغرب بتاع القاهرة انا فتح التليفزيون والمغرب بتاع القاهرة ازن ازن فانت تخيلت ان ده بتاع كنت اه اه لا احرج عليك ان شاء الله ما فيش مشكلة بس حاول بقى بقدر امكان بقى انك انت لازم يعني المرة التالتة بقى هيبقى عليك قضاء يوم يعني التالتة تابتة زي ما بيقولي فيعني ايه المرة الجاية بقى هيبقى في قضاء لازم انت كده بقى فطرت قبل معاهد الفطور فلابد انك انت تتحرق جيدا وحاول انك انت تبعد عن الطعام والشراب قبل المغرب عشان يباشر قدامك الاكل ففي سانية هتلاقي نفسك ايه بتاكل ولسه معادك انت مجاش اه استاذ الصابر من المنوفية اهلا وسهلا سوى الصابر سلام عليكم عليكم السلام سوى الصابر ربنا يكرمك فضل سهلا وحضرتك طيب كل عام انتوا طيبين والمنوفية كلها طيبة ان شاء الله ربنا يبارك لك بقول حضرتك بعده اذنك اهم شعيرة في رمضان ممكن الوعد يديها ايه بعده اذن حضرتك حاضر عناية انت سألت عن شيء عظيم والله سؤالك يعني جميل اشكرك عليه اهم شعيرة اهم شعيرة في رمضان القرآن الصيام ولذلك اقترنا الصيام والقرآن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن يربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام ايه ربي منعته الطعام والشرابة فشفعني فيه فيشفعان الاثنين في اقتران بين الصيام والقرآن شهر رمضان الذي انزل فيه الايه القرآن عليك بالقرآن فكل حرف تقرأه من كتاب الله حسنة والحسنة بعشر امثالها يبقى رقم واحد القرآن رقم اثنين اننا اصوم صيام الخواص اننا تصوم الجوارح وتصوم العين عن ما يغضب الله وتصوم اليد عن ما يغضب الله وتصوم القدم ان تمشي في الحرام تصوم عن كل ما يغضب الله عز وجل ده صيام الخواص الخواص والنبي قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه الترويح من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه ومن اعظم الشعائر في رمضان اطعام الطعام اطعام الطعام وبالذات في هذه الايام الايام جي صعبة لازم احنا نتعاون وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اعمل شنطة رمضان كده وروح لأخوك المسلم اللي مش قادر اللي قاعد من الشغل في الظروف اللي احنا فيها في ظروف كورونا دي وناس كتيرة مش قادرة تدخل على أولادها جنيه واحد وبقاء يتسلفوا فلوس عشان خطر يوكلوا أولادهم حاول إنك إنت تطعم الطعام وتكرئ السلام وتصلي بالليل والناس ونياء نكمل إن شاء الله الموضوع بتاعنا موضوع الغضب الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الغضب فيقول والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون هم يجتنبوا الكبائر ويجتنبوا الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نحاول نتذكر فضل ومن عفى وأصلح فأجره على الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله لا يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح أن يكتب أجر العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلم والأناه ويبعد عنا الغضب والشحناء يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته